اهلا بكم في موجز لأهم الأخبار دعت إيران إلى وقف الحرب في اليمن ورفع الحصار المفروض من قبل التحالف في وقت أعادت ميليشيا الحوثي التذكير بمبادرة طهران المعلنة قبل سبع سنوات وفق وكالة الأنباء التربع الحوثيين دعا كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي أسهر خاجي خلال لقائه مبعوثة نرويج الخاصة لليمن شارس تيت رومسدال دعا إلى مزيد من تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب ورفع ما أسماه الحصار اللا إنساني عن اليمن في السياق ذاته أعادت ميليشيا الحوثي عبر قناة الميادين التابعة لإيران التذكير بمدرات طهران لإنهاء الحرب في اليمن والمعلنة عام 2015 احتدمت المعرك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وسط إسناد مكثف من مقاتلات التحالف في عدد من جبهة القتال بمحافظة مارب وأعلن الجيش الوطني سيطرة قوة على المناطق واسعة بتجاه عقبة ملعا تزامنا مع إهرز تقدم ميداني في مدرية الجوبة كما أعلنت ألوية العمالقة استعادت السيطرة على ثمان قرى في مدرية حريب أعلن مكون موالي للمجلس الانتقالي الجنبي في حضر موت فتح باب التسجيل لتجنيد قوة قوامها 25 ألف مقاتل لتأمين مدريات الوادي والصحراء وقالت ما تسمى بلجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضر موت العام التابع للانتقال إن استمارات التسجيل ستوزع عبر مندبي المدريات والنقاط الشعبية التابعة لها لما تدعى الهبة الحضرمية وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان سلطة المحلية والعسكرية بالمحافظة رفضها لدعوات قيادة الانتقال في حضر موت للتجنيد خارج إطار مؤسسات الدولة تهنى التحالف السعودي الإمارات ميليشي الحوثي باختلاق أزمة وقود في المناطق الواقعة تحت سيطرتها للمتاجرة في السوق السوداء وقال التحالف في بيان نشرت وكالة الانباء السعودية إنه منح تصاريح لمائتين وستة وثلاثين سفينة تجارية وإغاثية خلال عام لدخول ميناء الصليف والحديدة والخاضعين لسيطرة الحوثيين وأضاف أنه منح الإذن بدخول سفينة تحمل 21 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة في سياق متصل أعلنت شركة النفط الحكومية في عذن اعتماد سعر جديد للمشتقات النفطية عند 885 ريال للليتر الواحد من البنزين وذلك بعد أن كان السعر قد تراجع خلال تحسن صرف العملة وبررت الشركة في تعميم لها السعر الجديد بتفاقم الأزمة عالميا خلال الأسابيع القليلة الماضية وتأتي هذه التسعية في ظل أزمة وقود خانقة تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المجاورة تسببت بإغلاق المحطات الحكومية والخاصة وشلل انشبه تام في حركة النقل نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة